مرحبا بكم من جديد في الحصة السابعة والأخيرة من الوحدة الأولى في النشاط العلمي للقسم السادس مرجع المفيد في النشاط العلمي عنوان الدرس والتغييرات الكيميائية والتغييرات الفيزيائية التي تحدث في جسمي ومن حولي ترانسفورماتيون شيميك و ترانسفورماتيون فيزيكيون في مواتيون و في مواتيون الهدف من هذا الدرس أن يحدد التلميذ والتلميذة التغييرات الكيميائية والتغييرات الفيزيائية التي تحدث في جسمه ومن حوله ما تحدث عن جسمه؟ يعني جسم الإنسان بصفة عامة إذن ننطلق من هذا النص طالبت الأم من ابنها رشيد أن يحلق شعر رأسه وأن يقلم أضافره للعناية بجسمه وحينما نظر إلى صورة في المرآت لاحظ أن طول الشعر رأسه وطول أضافره قد يزداد ثم نفخ في اتجاه المرآت فلاحظة تكون ضباب على سطحها فتساءل عن التغييرات التي حددت إذن بالنسبة لطول الشعر وطول الأضافر فهذا يسمى تغييرا فيزيائيا أما بالنسبة لضباب على سطح المرآت فهو عندما ينفخ في المرآت فأنه يطرح تناي أكسيد الكربون الذي قد استنشق سابقا تناي الأكسجين فهنا تحول كيميائي لأنه استنشق أكسجين وطرح تناي أكسيد الكربون وضباب يعني عبارة عن ماء هو الضباب وعبارة عن ماء إذن نقع تغيير كيميائي من تلقى من هذه الوضعية سنطرحه سؤال للتقصي وندون فرضياتنا إذن على بركة الله السؤال هو كالتالي ما هي أنواع التغييرات التي يمكن أن تطرأ على أجسامنا يعني إحنا أخذنا بمثال للطفل مع الأم ديالو لكن أجسامنا نحن بصفات عامة ومن حولنا يعني حول الفضاء المحيط بنا أدون فرضياتي جسم الإنسان يخضع لتغييرات كيميائية وفيزيائية إذن هذا ما سنفترض سنفترض أن جسم الإنسان يخضع لتغييرات كيميائية وفيزيائية وسنختبر الفرضيات بالنسبة للوثيقة الأولى استثمر الوثيقة يمثل الجدول أسفله تطور طرق مطردع خلال سنته الأولى من الشهر الأول حتى الشهر الثاني عشر طول القامة نتلاحظ هنا 54 شهر 67 يعني كلما ازداد العمر الرضي كلما ازداد طوله إذن فهذه علاقة تناسب بين العمر والطول ما السن الذي يوافق أقصر قامة بطبيعة الحال هو السن الشهر واحد وما السن الذي يوافق أطول قامة بطبيعة الحال هو السن الشهر الثاني عشر تنجواب كما يلي السن الذي يوافق أقصر قامة هو الشهر واحد السن الذي يوافق أطول قامة هو الشهر الثاني عشر سؤال رقم ثلاثة ماذا تستنتج من قراءتك أو قراءتك لمعطيات الجدول ماذا سنستنتج نستنتج أنه كلما ازداد عمر الرضي ازداد طول قامة هذا تغير فيزيائي يعني على مستوى طول الرضي نمر الآن إلى التجربة رقم اثنان تجربة رقم اثنان أشعل شمعتين ونكس ولأنكس على إحداه ما كأسا مملؤا بالهواء المحيط الشكل واحد فيجور يعني هنا الشمعة وتنغطيها بواحد الكاس وأقيس بواسطة ميقات هذا ميقات كرونومتر يعني اللي كنقس به الزمان المدة المستغرقة التي تبقى خلالها الشمعة مشتعلة أغطي الشمعة ثانية بكأس مماثلة بعدها نقوم بزفير الهواء فيها ثلاث مرات فيجور يعني الشكل الجوج يعني هذا الحالة شفنا واحد الكاس ونفخنا فيه ثلاثة مرات نحن منك نفخه يعني رأيكسا لهواء المزفور وغالبا نزفوره تنائي أكسيد الكربون ونستنشقه بطبيعة الحال تنائي الأكسيجين إذن هذه الشكل اثنان الشكل الأول يعني في الحالة الأولى أبقى الشمعة شعلة ساستاشا الثانية سايز سوغند أما في الحالة الثانية شكل الثاني بعدما قلنا بزفير في الكأس فالشمعة لابوجي أبقى تمشتعلة تسعة تواني تسعة تواني نف سوغند كيف أفسر المدة التي تستغرقها الشمعة قبل أن تنطفئ في التجريباتين يعني في التجريبة الأولى الشمعة بقت ساستاش لسوغند هنا فقط تسعود التواني لماذا نقول أن الشمعة التي توجد في الكأس الذي يوجد فيه هواء مزفور يعني الشكل الثاني تنطفئ أولا يعني هذا غير سعود التواني ومنها فإن الهواء المزفور يعني الهواء الذي نزفوره يحتوي على كمية مهمة من تنائي أكسيد الكربون وهذا هو السبب الذي يؤدي أن الشمعة تنطفئ بسرعة لأن ذلك الكأس الذي يقع في ذلك العملية الزفير يعني يقع فيه كمية مهمة من تنائي أكسيد الكربون وبالتالي كمية قليلة من تنائي الأكسيجين وهذا ونحن نعلم أن من شروط الاحتراق لا بد من تواجد تنائي الأكسيجين الذي انعدم في هذه الحالة وبالتالي تنطفئ الشمعة بسرعة ثانيا ما الغاز الذي أطرحه في الهواء أثناء الزفير أثناء الزفير نحن هذه معلومة أنتم تعرفون شيدا أثناء الزفير نطرح تنائي أكسيد الكربون ومن طبع الحال نستنشق تنائي الأكسيجين وأظن هو ليس بسؤال ثالث ما التغييرات التي تحدد داخل جسمي أثناء التنفس يعني منك نتنفس ماذا يقع أثناء التنفس نستنشق تنائي الأكسيجين سعود ونطرح تنائي أكسيد الكربون وهذا يعني تغيير في المادة وبالتالي فإنه تغيير كيميائي تغيير كيميائي هذا الذي وقع أدون استنتجاتي نستنتج ما يلي يمكن أن تحدث في أجسامنا تغييرات كيميائية مثل التنفس الذي يستلزم عفوا نعم عندي صحيح تغيير كيميائي مثل التنفس الذي يستلزم تنائي الأكسيجين يعني نستنشق تنائي الأكسيجين ثم نطرح تنائي أكسيد الكربون وتغييرات فيزيائية مثل نمو الشعر والأضافر وازدياد الكتلة هذه تغييرات فيزيائية تقعوا على مستوى الجسم وبالنسبة تنفسه ويقعوا من حولنا استثمر وصنف تغييرات الوليدة في وضعية الانطلاق إلى تغييرات فيزيائية وتغييرات كيميائية تقولنا بطبيعة حال في الملخص طول الشعر وازدياد طول الأضافر كما في وضعية الانطلاق في نص الوضعية الانطلاق هو تغيير فيزيائي وتكون ضباب على سطح المرآة فهو تغيير كيميائي نعمر الان يلا سوال تهري أو نت في حال تغييرات الانطلاق ستشو ستشو ياني في لعلا لأعجم الانطلاق ستشو لأعجم جيرب جيرب اوكال وكسيان ستشو لأعجم جيرب جيرب لأعجم المكونة الهواء أو هذا اير إسفراء اير إكسري يعني الهواء المستشعب هنا الهواء المطرح أو المزفور Je réponds aux peses سنة في المسائل الهر أنك آخر تشارك تشارك تعطي الأمام الأسنق تشارك أنك آخر يعني هالهواء اللي كنستنشقه مكون من 0.03 ميلي لتر من تنائي الكربون و21 ميلي لتر من تنائي الأكسجين ولافابيردو يعني ذلك البخار الماء ضعيف بخار الماء ضعيف إذن هذه مكونات الهواء المستنشق أما الهواء المزفور أو المطروح يتكون من 4 يعني كمية مهمة من تنائي أكسجين الكربون كمية أقل من تنائي الأكسجين وكمية مهمة من البخار إذن لا يتكون ليس لديهم نفس المكون إذن جواب لا من طبيعتها النام لأن الهواء المستنشق هو مختلف عن الهواء المطروح أو المزفور بالنسبة لسؤال تاني كيف يرغز؟ كيف يرغز قصب الأكسجين؟ لما اهو الإرجاء المستهلة؟ طبيعات حال واお الأكسجين لام الآكسجين كيف يرغز جدا؟ كيف يرغز字؟ كيف يرغز جدا؟ كيف يرغز어가 كريمة؟ المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة عن بلا قناة اليوم نتو Лю لماذا؟ لماذا؟ يجب أن نفضل هذه الحصيات ومن أن نحل هذه النوافذ في هذه الحجرة؟ من طبيعة الحال يجب أن يكون آيري يعني آيري للايراتي هذا هو السبب يجب أن نفضل هذه الحصيات لنضيف الهواء على سنة التجديد الهواء وللتهوية من طبيعة الحال ديال هاد الحجرة ديال الدرس التي يقع فيها أو تأخذ فيها درس كثيرة ومتتابعة إذن هذا هو كل ما لدينا في حصة اليوم لم يبقى لنا من هذه الوحدة من طبيعة الحال سوى التقويم أما بنسبة المشروع التكنولوجي فيمكنكم أن تقوموا به بأنفسكم لم يبقى لدينا سوى التقويم والدعم سنقوم به إن شاء الله في فيديو قادم إذن لا تنسوا كما قلت الاشتراك في القناة والضغط على زر الاشتراك ليصلكم الجديد هذا كل ما دينا في المفيد في النشاط العلمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر